موسيقى مرحبا حلق جديد من برنامج أخبار صباح اليوم الثاني بداية الأسبوع 28 كانون الأول قربنا نودع الـ 2015 وإن شاء الله الـ 2016 تكون أحسن من اللي سبقتها هلأ بحلقتنا اليوم ترحيل النفايات في لبنان أبغض الحلال والفاتورة مرتفعة شرب الروحانة بعمل موسيقى جديد على مسرح منوم إلى دبي وفعاليات مهرجين الرحالة العالمي بدورته الرابعة وغيرا من التأرير إضافة إلى وقفة فكرية مع زميلتنا مريم الحاج وآخر إصدارات الكتب أما ضيفتنا لليوم فهي ريتا فضول لنحكي معها أكتر عن نشاطات قرية الميلاد بأرنعون إنما البداية بأخبار الصباح ومثل العادة اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية ومعنا اليوم على الخط أستاذ غسان الطاقش مرحبا أهليم مرحبا يا طيلا عادي كيفك أستاذ غسان ينعد عليك كل عام أنت بخير وأنت بألف خير الله يحظي شو شو مخبيت لنا السنة الجديدة عم بقولوا مع بدايتها رح يطل علينا التلج إيه جينا بلاديمير من روسيا بلاديمير إلو عيلة ولا بلا عيلة والله هيكي بوتين ما بوتين كذا ما عندي خبرة ما عندي خبرة بعيد الشيالي طيب من هلأ لوقتها قبل ما نحكي عن راس السنة خلينا نبلش من هلأ لوقتها للأربعة مبين أننا بلاديمير من روسيا تأس منطر هلأ التنين قليلوا اليوم إلى غائم جزئيا بسهب مرتفئة مع ارتفاع بدرجة الحرارة أوكي ضنشة الرياح خاصة مساء التنين اليوم أكثر شي بجنوب نعم التلاتة بيكون غائم جزئيا بدون تعديل بدرجة الحرارة بتحول مساء التلاتة تدرجية إلى غائم بتكون الأجواء مهيئة لتصاعد بعض الأمطار ليلة الثلاثة الأربعة يعني عبقرة بالليل في صباح الأربعة أوكي الأربعة بتقوى غائم جزئيا غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض مرحول بدرجة الحرارة خاصة على الجبال قدير حتوصل الحرارة الأربعة؟ الأربعة والله ما عندي فكرة بيش طيب بس عن هيدا العاصفة اللي جاية هل هي فعلا عاصفة ولا أمطار متلي اللي شدناها قبل؟ مش عاصفة قوي يعني بتضل الأربعة تقريبا أربعة محتملة تقلص الأربعة ايها هي؟ ام وشو رح بيصير باتنين الشهر معوعدين بأمطار قوية باتنين الشهر ولا بعد ما في شي مبيان؟ هيك عبقرة الصوح من العريف ام أنا قلت طيب اليوم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة اليوم على الساحل بين 11 و 22 فوق جبال بين 7 و 13 بالأرز بين 1 و 13 بالداخل بالبقى بين 5 و 19 أما الثلاثة على الساحل بين 11 و 23 فوق جبال بين 8 و 18 بالأرز بين 2 و 13 بالداخل بين 6 و 16 حسنا شكرا لك أستاذ غصان بيحتيك العافية بيحتيك العافية بيحتيك مرحبا بيارات مرحبا جوال لك و لكل المشاهدين جولة على عنوين صحف بيروت لبداية آخر أسبوع من 2015 نبدأ بيحتيك العافية موسيقى 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 بيحتيك العافية بعنوين صحيفة النهار المصارف لنصر الله سننصاع للإدارة الأمريكية جعجاع يعيد لملمة الصفوف قوى 14 آثار الراعي يرفض السلة المتكاملة والتسوية لانتخاب رئيس للجمهورية المغتربون في نيجيريا أبدوا قلقهم من تداعيات موقف حزب الله والصورة العام نشوفة والعنوين العريض شهيد الاعتدال وهي إلى قوى 14 آثار وهي مبارحة بتحيي الذكرى الثانية لاغتيال الوزير السابق محمد شطح بقاعة مسجد محمد الأمين بوسط بيروت طبعا بحضور بيرز لكل وجوه وفعاليات 14 آثار تصفية علوش تهدد حوار جناف اتفاق الزبداني واستكمل اليوم مقاتلو داعش فروا من وسط الرمادي احتفالات في بغداد تسبق إعلان النصر 2015 سنة العقم الرئاسي والمؤسستي من صحيفة النهار مننتقل إلى عنوين صحيفة السفير وبالعنوين نصر الله يتمسك بتوازن الردع ساحات الرد مفتوحة اتفاق الزبداني إلى التنفيذ تبادل عبر لبنان العيد الفلسطيني أربعة شهداء إسرائيل تحاصل الجمعيات اليسارية مقتل زهران علوش يغير وجه الغوطة ماذا سيكون موقف جيش الإسلام من مؤتمر الرياض مشاريع صهيونية لتخليد واقع بحركات شكلية وختيما الراعي يميز بين المبادرة وفرنجي من عنوين صحيفة السفير إلى صحيفة الحياة وبعنوين اليوم مسلحوا داعش ينسحبون من وسط الرمادي فروا من المجمع الحكومي مع مئات العائلات للاحتماء بها المدينة والقاموس عنوين مقالة غسان شربلا اليوم بصحيفة الحياة 300 فلسطيني للحلول مكان داعش في اليارموك أردوغان يتهم إيران بدعم الأسد لأسباب طائفية الجزائر تؤكد مقتل الرجل الثاني في الفرع المغاربي للقاعدة روحاني يحض على تصحيح سورة الإسلام مفتي سوريا يهنئ إيران التي لا تكذب طالبان تنفي التعاون مع موسكو ضد داعش أنباء عن لقاء بوتين مع المل منصور في تاجستان وختيما معارك عنيفة في شبوة بين المقاومة والحثيين القوات السعودية تدمر منصة انطلق منها صاروخ باتجاه نجران من صحيفة الحياة إلى صحيفة المستقبل وبالعنوين الحريري نستلهم من شطح مد الجزور مد الجسور واشتراح الحلول 14 أذار تحيي ذكرى استشهادة مؤكدة إبقاء القضية عصية على الخلاف والصورة كمان اللي عم نشوفها فإذن من الذكرى الثانية لست الشيد الوزير السابق محمد شطح بالعنوين الأخرى أردوغان إيران تتبنى سياسات طائفية في سوريا يزور السعودية غدا للقاء الملك سلبان مبعوث لبوتين زار إسرائيل لتنصيق العمل حول سوريا غارات إسرائيلية ضد أهداف لحزب الله في القلمون وبالختم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الرمادي الأكراد يرفضون اتهامات روسية بتهريب النفط إلى تركيا جولتنا انتبع معكم وبصحيفة الأنوار لليوم نصر الله لا نخاف التهديدات الإسرائيلية والرد على استهداف القنطار آت لا محالة السنيورة في ذكرى محمد شطح لا نوافق على تورط حزب الله بسوريا ترحيل النفايات ينتظر انتهاء عطلة ممثلي الشركات مقاتلو جيش الإسلام ينتقمون لمسرع قائدهم زهران علوش موسكو الطائرات الروسية نفذت 5.240 طلعة في سوريا المعارضة السورية تطرد داعش من سد تشرين المحادثات بين الأطراف السورية في 25 كانون الثاني في جناف وامتبعين مع صحيفة الأنوار الجيش العراقي يستعيد السيطرة على مدينة الرمادي وختيما كتب المحلل السياسي لليوم عام كامل من الفراغ ماذا عن السنة الجديدة من الأنوار إلى صحيفة اللواء هجوم عوني على بكركي وتجميد المبادرة ينعش مناخات التجاذب السنيورة يرفض طروحات حزب الله ونصر الله سنرد على اغتيال القنطار مهما كانت التبعات دمستورة لمحادثات في 25 كانون الثاني واغتيال علوش يهدد تسوية سد تشرين بيد الأكراد ونقل 300 أسرى من الفوعة وكفرية إلى بيروت عمليات الطعم تلاحق جنود الاحتلال شهدان بالضفة واعتقال فلسطينيين بالقدس الجيش العراقي يطرد داعش من الرمادي وختيما اغتيال زهران علوش ضربة للسلام ومتنفس للمتطرفين إلى صحيفة البلد وبالعنوان العريض لليوم حزب الله سيرد على اسرائيل والسنيورة يدعو الانتخاب الرئيس القوات العراقية تعيد نمادي إلى حضن الشرعية روسيا لن نستهدف مدنيين سوريين إعلانت دين حزيران أو حدث العام 2015 وختيما مطران الفقراء في موته ميلاد إلى الصحف الأجنبية وبداية مع ترجمة لعنوين صحيفة The Daily Star ذكرى محمد شطح توحد 14 أذار من جديد نصر الله يحذر اسرائيل من التخوف على حدودها وما أبعد وختيما دميستورا يحض إلى إقامة محادثات السلام في 25 كانون الثاني من The Daily Star إلى ترجمة لعنوين صحيفة لوريون الجور الإسلاموفوبيا تمتشر في فرنسا وتمتد في أشاكسيو الجيش العراقي يسجل انتصارا في الرمادي الوداع المؤثر ليغريغوار حدد السنيورة 14 أذار حاجة وطنية أكثر من أي وقت مضى وختيما تبعات الأزمة السورية ما زالت تؤثر على الاقتصاد من تقل إلى صحيفة الشرق وبعنوين اليوم إحياء ذكرى محمد شطح رمز الحوار ومد الجسور واشتراح الحلول الحريري سنبقى أوفياء لوحدة 14 أذار التي عمل الشهيد في سبيلها السنيورة سقوط مشروعنا يقضي على وطن الاعتدال والانفتاح نصر الله الرد على اغتيال القنطار آت لا محالة أي أن تكن التبعات تغيير الوقائع وإلا فستكون لـ 2016 تكملة لـ 2015 واي فاي يكشف ما وراء الجدران شهدان برصاص الاحتلال في نابلوس مباراة النجمة والسلام تنتهي بتخريب الملعب المرداشية وختيما غياب القيادات المسيحية عن بكركي في العيد من عنوين صحيفة الشرق إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط روسيا تغازل إسرائيل في أي حل سوري وتصاعد مع تركيا الموساد طلب مبعوث بوتين بضمان عدم استهداف المصالح الإسرائيلية في أراضي سوريا المالكي يدخل على خط الوساطة لإطلاق القطريين الجعفري للشرق الأوسط لا وجود لمعسكرات إيرانية في العراق أنقرة تنفي اتهامات روسية بتسليح مسلمي القرم اليمن ملف المعتقلين السياسيين يقتربوا من الحل التحالف يتصدى لصاروخ سكوت بنجان ويدمر منصته في صنعاء أول عملية دفن لأحد منفذي هجمات باريز بعيدا عن الأضواء حظر المظاهرات في كورسيكا بعد الاحتجاجات المعادية للعرب وختيما مدن البريطانية غارقة في الفيضانات والجيش يتدخل لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة كاميرون تحدد التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة غير المسبوقة من صحيفة الشر الأوسط إلى صحيفة الأخبار نصر الله يحسم الرد قيد التنفيذ إسرائيل مستنفرة من الساحات المفتوحة لانتقام المقاومة تصفية علوج، أسوار ودمشق ترتفع وختيما موظفوا المصارف يشخون خرق عقد العمل الجماعي وجولتنا من اغتماع مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم الراعي نميز بين المبادرة والاسم 14 أذار تؤكد بقاءها ووحداتها عن وين الصورة عم مشوفة فإذا من أحياء الذكرى الثانية لستشهيد الوزير محمد شطح وبالعناوين الأخرى واشنطن تفتش عن ممر آمن لمحاورة حزب الله جولتنا على صحف اليوم مصد لخي تيمار نحن تقفل مع فاصل إعلاني ومن بعده جولة ثقافية وفنية مع جوال تركوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر